عياكم الله المتابعين الأعزاء اليوم وجب علي أن أطرع واتكلم بهذا الفيديو عن موضوع مهم جدا قبيلة بني صخر والانتخابات النيابية القادمة لعام 24 مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية القادمة 24 نخب تقليدية بمواجهة الطامحين تحدي رسمي يراهن على نسب مشاركة كبيرة رغم الإحباطات الكثيرة الانتخابات النيابية القادمة هي ترسيخ لمبادئ جوهرية دستورية حقيقية أبرز هذه المبادئ مبدأ دورية الانتخابات أي أن تعقد الانتخابات كل أربعة سنوات هذا مبدأ الذي هو يسمى مبدأ دورية الانتخابات والأهم من ذلك كله هو الفصل ما بين هذه السلطات الثلاث اللي هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ولهذه السلطات مصادر والمصدر الرئيسي هو إرادة الشعب الشعب كيف يتم التعبير عن إرادته؟ يتم التعبير عن إرادة الشعب من خلال العملية الانتخابية وهي ذات شقي الشقة الأول أن تتم العملية الانتخابية بحرية مطلقة وبسرية عند عملية الاقتراء ما علينا من كل اللي ذكرناه قبل شوية اليوم أنا وظيف تهان أتكلم عن قبيلتي قبيلة بني صخرة العريقة ضاربة الجذور الانتخابات النيابية القادمة مختلفة تماما عن الانتخابات والمجالس المنعاقدة سابقا منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشبة اليوم نشهد تحرك حزبي كبير بالشارع الأردني والهدف من ذلك هو الوصول للسلطة التشريعية طبعا السلطة التشريعية هي الركن السامي في معادلة الحكم وظهر مؤخرا للرأي العام أن هناك استخدام المال من قبل الأحزاب ومن قبل المرشحين بالعملية الانتخابية واستخدام المال في الحقيقة عمل نوع من التخوف وذلك بسبب عدم إنجاح الحياة الحزبية الأولى في الأردن في العصر الحديث نعلم جيدا أن المزاج العام لأبناء قبيلة بني صخر وأبناء الشعب الأردني متأثر جدا سلبا بالنتائج التي ظهرت إلينا من خلال النواب والمجالس البرلمانية النيابية السابقة التي لم تلبي الرغبة ولا الطموح بالأخص الدورة النيابية الأخيرة المنصرمة شهدت العديد من المفاجآت على مستوى الحياة البرلمانية النيابية الأردنية ومن المفاجآت التي حصلت أنه تم فصل نائبين وتم تجميد عضوية نائبين وتم رفع الحصانة عن نائب في قضيته الأخيرة ظهر للمشاهد والناخب الأردني في الفترة الأخيرة المنصرمة العديد من المشاهد التي عملت على مزاجية وتشويش الفكر والقرار لدى الناخب الأردني من خلال أحد الأحزاب التي مترشحة على مستوى الوطن بأن تم إحالة أمين عام هذا الحزب على أثر أمور مالية إلى النائب العام وهذا الذي حصل عمل على تخوف لدى الشارع الأردني والمواطن الأردني من عدم نجاح الحياة الحزبية الحقيقية للشارع الأردني ويضاف إلى كل ما ذكر سابقاً الحالة المزاجية بعدم اكتراث المواطن الأردني للحدث السياسي وذلك بسبب الضغوطات الاقتصادية على جيبة المواطن كل ما ذكرته قبل هو كان من الأسباب التي عملت لدى المواطن الأردني بالقناعة المطلقة بعدم الاقتناء المتجذر الراسخ بذهن الشعب الأردني بعدم الإيمان بالمجالس البرلمانية لعدة أسباب ومن هذه الأسباب أن هذه المجالس البرلمانية السابقة لم تستطع أن تنهي مشاكل الأردن الاقتصادية ولا الانتهاء من مشاكل قوابير البطالة لدينا مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية ظهر على الساحة الأردنية صراعات ما بين الأحزاب ونختصر الأحزاب كلها في ثلاثة تيارات التيار الأول اللي هو تيار اليسار للقوميين والتيار الثاني اللي هو الوسط المعتدل والتيار الثالث اللي هو التيار اليميني للإسلاميين تعد القبيلة في الأردن منذ تأسيس المملكة هي حزبا سياسيا متجذرا منذ تأسيس الدولة وللقبيلة مساحة سياسية فاعلة وواضحة منذ الأزل والقبيلة هي بالعادة التي تمثل مرحلة الحسم بالكثير من المراحل السياسية التي مرت على مملكتنا الحبيبة ولذلك ولكل ما ذكر سابقا في هذه الحلقة اليوم أنا راح أقدم رسالة واضحة وصريحة لأبناء قبيلة العزيزة قبيلة بني سخر بجميع عشائرها بشكل حيادي واضح بعيدا عن المهاترات أو ميولي الشخصي لأحد المرشحين أو أحد الكتل اليوم يتنافس العديد من الكتل بأفرادها على مقعدين ومقعد كوتة على مستوى البادية الوسطى كلهم غانمين وغانمات ومثل ما يقول المثل سبوقنا من خيلنا وكلهم أجواد وأنا لو بيدي أدعي لهم كلهم الله يوفقهم كلهم لأنهم كلهم خير من يمثلنا لكن الرسالة راح تكون واضحة وصريحة وجب علي اليوم أن أدلي بها وذلك للمصرحة العامة اليوم هننا على أعتاب مرحلة سياسية اقتصادية قادمة على المملكة بحقيقة الأمر صعبة نظرا لوضع الإقليم الملتهب ونظرا للبيئة المحيطة حولنا ولما يحصل اليوم في غزة وفيما يحصل في لبنان وفيما يحصل في العالم بشكل أجمل كل ذلك المعطيات تثبت وتؤكد لنا أن القادم لنا مرحلة سياسية صعبة واقتصادية صعبة ولذلك وجب علينا اليوم كأبناء قبيلة بني صخر أن نقدم أفراد قادرين على إدارة المرحلة القادمة والحفاظ على اسم هذه القبيلة الحفاظ على اسم القبيلة تاريخيا ووجب علينا أن نختار أفراد يأتون بالحقوق إلينا وإلى شباب وبنات القبيلة ما بين العاطل على العمل وما بين الذي كدسوا شهاداتهم وهم لا يقوون وبقوا مصطفين في طابور البطالة لدى القبيلة ولدى الأردن إلى أبناء قبيلتنا العزيزة اختاروا أشخاص قادرين كافوا يستطيعوا أن يديروا العملية السياسية والخدماتية سويا إلى أبناء قبيلة بني صخر وبكل وضوح لا تتعامل اليوم مع النائب على أنه أنت صوت في الصندوق عبارة عن رقم ولا تتعامل أنه صوتك هبة أو صوتك نظام فزع تعامل مع المرشح الذي ستكون معه في الانتخابات 24 على أنه أنت سلطة ورقابة على هذا المرشح أن وصل إلى مجلس النواب وتكلم بكل وضوح وحاسبه في حال قصر بما يتوجب عليه فعليه بمجلس النواب القادم صوتكم أمانة مارسوا حقكم الديمقراطي واختاروا من يقدم المصلحة العامة للقبيلة ومصلحة أبناء وبنات هذه القبيلة العريقة على المصلحة الشخصية اليوم في حقيقة الأمر اجعلوا اسم القبيلة والمصلحة العامة للقبيلة فوق أي اعتبار لأن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي القادم علمه عند الله أن الأمور صعبة في الختام وجب علي التنبيه وأن أتكلم بما يشغل البال اليوم لأن اليوم احنا تبقى أقل من شهر على العملية الانتخابية فنتمنى أن تدلوا بأصواتكم لمن يستحق وأن يمثلنا جميعا خير التمثيل نشوفكم على خير السلام عليكم